السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياة للشباب في مقطع جديد طبعا مناسبة زي ما تشوفون تخفيضات ستيم الصيفية طبعا من أبرز التخفيضات اللي تكون على ستيم بعد تخفيضات الكريسماس نهاية العام هذه طبعا من الميزات اللي نشوفها دائما على البي سي وبالذات على برنامج ستيم اللي خدمنا صراحة كثيرا على البي سي وخلال العاب والشركات تسوي دائما عروض جميلة تجبرها لأنها أصلا تزيد المبيعات وتغطي يعني على نقول إذا أنا خفض السعر جدا لكن المبيعات كثرتها تغطي على السعر يكون قليل طبعا الخلفية مختلفة عن اللي صار العام الماضي كل شوي خلفية مميزة طبعا هنا أنا خضر ربيضي أنا عمّا لأن التخفيضات في الصيف تنسيك حوارة الصيف عندنا من أشياء الجديدة اللي عندهم هالسنة الله أعلم إذا كانت موجود السنة الماضي بس ما نذكرها هذه اللي هو تصويتات الكميونيتي حق البي سي تختار اللعبة من ثلاثة لعاب هذي أي لعبة تشوف إنها تستاهلنا تكون أو أنت بيها طبعا يعني إذا كانت معك يفضل إنك تختارها عشان تزيد اللاعبين لو أنت كلمت بلاير إذا كان فيها ملت بلاير إذا كان ما فيها خلاص تختار اللي أنت تعا تبي تشتريها طبعا سوي فوت على أي وحدة طبعا توقع أساسي أن كرد هي اللي بتكون فائزة في هالجول اللي معها الألعاب اللي موجودة بسبب الشهر حقتها أكبر وممكن ريج لكن داركنس أستبعدها عندنا أيضا الفلاش سيلز اللي هو ألعاب تجي تقريبا كل ثمان ساعات أو أقل على حسب يعني فيها أكثر أقل على حسب ممكن عشر ساعات أجل أبد كذا تجي اختيار عشوائي لا تلحق يا ما تلحق تكون تخفيضاتها قوية دائما 50% تقريبا وهذا من الأشياء سيئة في بعض المنشرين أنهم يمنوعون بعض الألعاب أنها تكون في جميع المناطب هذا الآن Today Deals هذا طبعا مدة 24 ساعة تقريبا بس هتشوفوا نسيما ينزلونا قبل لاحظوا هذا يقولون باقي هذا موجود حق أمس لكن أنا ما أنتهى أصلا عليها 24 ساعة فصاروا ينزلون هذا قبل ويحمسون طبعا هذا بعد سلوب تسويقي وأنا متأكد في ناس هذا الجملة يعني تخليهم يشترون الألعاب اللي موجودة تحت إذا كان متردد فيها فهذه الموجودة تقريبا دائما تسع ألعاب يوميا تكون موجودة في Today Deals وتوقع هي أقوى شيء ممكن تكون على اللعبة نفسها شيء يعني الألعاب هذي أنت منتظره لازم تشتريه اليوم ولا بترجع الألعاب إلى التخفيض 50% تقريبا 40% حسب الناشر أو أنك يمكن تلقاها مع الباك مع بعض الناشرين يجمعونا كلها في باك واحد هذا شيء ثاني لكن في العادة بعض الشباب ينتظرون الألعاب زي هذي يحتاج لعب لعبتين فهذه لازم تاخذها اليوم هذه تختارها وتنتظرها بعد ما يخلص هذا الوقت بالنسبة لهذه Flash Sales زي ما قلنا تحاول Flash Sales تحاول تخليها أيضا في النظر لاحظ لو بتوقيت ينتهي ولازم يعني إذا عجبتك اللعبة أو كنت تنتظرها في فضل نكتشريها قبل ما ينتهيها الوقت بالنسبة للباك ديلز هذه ملحق إليها ما يعني ما ينتهي لنهاية التخفيضات بعد تسع أيام من الآن تقريبا تقدر تشيك عليه كامل في collection يستحق في أشياء فيها لعاب كثيرة زي مثلا Sega ID Fallback Square Enix THQ يعني فعلا باكاتها قوية collection حقها قوي ألعاب كثيرة وبسعر حلو بعضها لا تكون ألعاب قليلة وبعضها تكون ألعاب قليلة وبعضها تكون إضافات أكثر منها ألعاب هذا الخانة تكون للأصدقاء ووش أو أخر شيء ممكن تشارك معهم الألعاب تجمع معهم في بعض الألعاب خطم التجمع من تجمع لأه أنا أجمع كامل النمى باكاتها لأس самое وعن نصائح على شراء تم اتحرك لأنهم بتعمل لم يتهم إذا أردت بسرعة تترقى وأسلحة تشتري هذه وطبعاً اللعبة المجانية تحملها بالنسبة للي أعرف أتكلم هذه اللعبة زي العاب القديم اللي كانت موجودة بس برسومات جديدة 2D حلو كحركة سريعة وقتال تشبه للعاب القديم اللي كانت موجودة في صخر وغيرها لكن برسوم طبعاً وأسلحة أجدد ومؤثرات البيدي تشريح البنوك تشريح البنوك سرقة البنوك موجودة فيها الفور باكس يمدحون الأبدات اللي بيجي لها كبير جداً تشبه Gears Space Marine تشبه Gears of War 3D ثلاث برسن شوتر هذا اللي يعرفه في الألعاب تقريباً ينشر يومياً ألعاب فيها من المطورين مستقلين تدخل عليها وشوف إذا كان يعجبك الألعاب اللي داخله أم لا أو متحمس اللعبة واحدة تقدر تضغط عليها وتشتريها من حالها المقصد يعني في السمر سيل حق Steam المقصد يومياً المقصد يومياً المقصد يومياً تنتهيات المقصد يومياً ترجمة نانسي قنقر